شرط الثاني من شروط الصلاة العقل فلو صلى المجنون لا تقبل صلاته نعم و لو صلى السكران كذلك لا تقبل صلاته نعم منع هذا من شرب الخمر نقول ما يمكن تشرب الخمر شرب الخمر كبير من كبال الذنوب ولا بد أن تصلي نعم ثم أن بعض الناس عفاني الله إياكم يحصل له أحيانا يعني غياب للوعي يعني يفقد العقل ثم يرجع عليه العقل الوقت الذي يرجع فيه له العقل إذا كان هذا الوقت يستطيع أن يصلي كفيل الصلاة لا بد أن يصلي أو إذا كان لا كفيل الصلاة سيغبرد عنه الصلاة من يعني يعطي الجنون وأذهب نعم هذا يمكن أن يجب أن يحصل إلى العقل في أخ الشيطان في الأخي الشيطان فالأخي الشيطان يجب عليهم إن الان يعتقد على الذهاب وجوة هاتف شرطان إنها الأخي الشيطان يقوم بإذن أن يحصل على المساء إنه أخي الشيطان في القدر يجب عليهم أن يحصل İyi الله الله تعالى